وبيني وبينكو برضو هناك العديد من الأمور اللي حدثت على هامش مواجهة بطل الجزائر تخليك وانت قاعب بتتفرج أو انت بتفكر في المباريات القادمة تخليك عندك تفاؤل آه عندنا بعض الأمور واضحة اليقى البدنية محتاجة وزي ما قلت لحضراتكم دي تعتبر بداية موسم تانية لأن احنا مريحين من 28 ديسمبر من 28 ديسمبر بتلعب مباراة أول مباراة أول مباراة أول مباراة أول مباراة 116 فعد بقى وقت تديه وحاجات تديه شهر ونص أو خمسة واربعين يوم فكأنك بتبدأ الموسم من أول وجديد كأنك بتبدأ الموسم من أول وجديد ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة ميدياما هتلاقوا المستوى أعلى وأفضل من مباراة الشبيبة فزي ما قلت لحضراتكم أنا أمام شباب بلوزداد أنا آسف أنا بروح على شبابة القبائل فأمام شباب بلوزداد لأنه المطش ده كان صعب مطش صعب وأمام جماهير صعبة جدا وأمام فريق عايز يكسب بأي طريقة زي ما قلت لحضراتكم عموما عديد من الأمور اللي حدثت على هامش مواجهة يعني بطل الجزائر تخليك عندك لو أنت من الجمهور هيبقى عندك حالة من الرضا عندك حالة من الرضا حالة من الرضا نظرا للظروف مش النتيجة وأول ساعتها أو لو أنا من الجمهور حفكر أن مطش ميديامة بالنسبة لي هو المطش الأهم ودي الحقيقة لأنه كمان خلي بالحضراتكم الغيابات زادت واحد منوان عطية حيغيب عن المباراة القادمة بسبب الإيقاف فمليون في المية مستر كولر دلوقتي بيعمل إيه؟ بيفكر للنهار كيف سأحل هذه الأزمة؟ مين اللي هيلعب في هذا المكان؟ خصوصا بعد إصابة أليو ديانج يعني ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوك مش موجودين في المطش اللي جاي مش موجودين في المطش اللي جاي إن شاء الله كلنا ثقة في رجالة الأهلي والجهاز الفني إنهم يقدروا يحافظوا على الصدارة ويتأهلوا للأدوار الإقصائية والتتويج إن شاء الله باللقب للموسم التاني على التوالي لأنه هو ده اللي يهمنا دلوقتي إحنا آه بنتكلم إحنا دلوقتي بنتكلم على أفريقيا وكل حاجة بعد كده حنرجع نتكلم عن الدوري واللي بيحصل في الدوري وهم مباريات الدوري لأنه بيني وبينكو مباريات الأهلي والأندية الغانية بتكون مباريات صعبة وكلها ندية وإثارة ولكن الحمد لله والشكر لله الأهلي متفوق في تاريخ المواجهات ترجمة نانسي قنقر